صباح الخيرات على مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم يوم جديد وإن شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا بإذن الرحمن ورحب بكل حضراتكم في بداية حلقة جديدة من عشر الصفح في الأهلي أكيد لن تخلوا من الحديث عن لقاء الغد النهاية بقى اللي إن شاء الله تكون سعيدة اللي عايزين ننهي بيها يعني سنة عشرين تلاتة وعشرين كما هيستحق مهور النادي الأهلي وبما يتماشى مع مجهود رجالة ونجوم النادي الأهلي في الفترة الأخيرة لو اللي الحقيقة ما أسروش في كل البطولات اللي هم بيشاركوا فيها تعالوا بس الأول أعرف حضراتكم إن في حالقتنا النهاردة وتحديدا في الساعة التانية هيكون عندنا كالعادة فقرتين حواريتين الجديد بقى إن في الفقرة الأولى هنتكلم عن موضوع مختلف حبتين هنتكلم مع حضراتكم عن صيد السمك وهنتكلم عن صيد السمك كونه رياضة بالفعل ومش بس رياضة ده تضح إن ليها اتحاد كمان هنتكلم في كل هذه التفاصيل مع حضراتكم أنا وانا رجل اسكندراني يعني زي أي اسكندراني في الدنيا صيد السمك ده جزء ليه تجزأ من ذكريات أي حد اسكندراني جزء من وجدان أي شخص اسكندراني أنا واحد من الناس الحقيقة ما كنتش أعرف خالص معلومة إن هي رياضة بمعنى إن هي لها منافسات ولها بطولات بشكل نظامي وتحت مظلة اتحاد عموما هنتعرف على كل هذه التفاصيل في الفقرة الحوارية الأولى فقرتنا التانية هتكون كروية بحتة وحتكون مع الناقض الرياضي كريم فضل المنسعد دايما ويعني بنستفيد من خلال وجوده معنا في عشر الصبح بالأهل تعالوا بقى نبتدي كلامنا بإننا نطمنكم مبدئيا على الشناوي وعلى ياسر إبراهيم لأن في ناس كتير الحقيقة كانت مشغولة بالتفصيلة دي مبارح الحمد لله عملوا كل الفحوصات اللازمة ودكتور أحمد جبالة طبيب الفريق أكد إن إصابة الشناوي عبارة عن شد خفيف في العضلة الخلفية وكذلك ياسر عنده شد خفيف في العضلة الضمة يعني الحمد لله إن هي إصابات خفيفة وبالتالي حتحتاج لبرنامج تأهيلي بسيط جدا وبإذن الله خلال أيام حيكونوا جاهزين وده يطمننا كمان على وجودهم بشكل طبيعي في الفترة اللي جاية مع منتخب مصر أكيد استعدادا لأمم إفريقيا نروح بقى لحديث الساعة عند كل الأهلوية الاختبار الأخير للنادي الأهلي ورجال النادي الأهلي وفريق كورة في النادي الأهلي مع نهايات عشرين تلاتة وعشرين طبعاً بكلم عن نهاية كأس السوبر المنزل